السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل ما نبدأ به هو الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلقي أجمعين اسمحوا لي أول شيء أعرفكم بنفسي أنا الأستاذ ياض أصلان مدرس مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التوجيه على منصة وتد التعليمية وهذا الدرس سيكون أول درس من دورة التأسيس المجانية اللي أعلنت عنها مسبقا طبعا لمادة اللغة الإنجليزية حسب النظام الجديد لجيل 2008 فقط مش لأي جيل آخر طلاب 2008 طلاب اللي فجأة وبدون أي سابق انظار صحيوا من النوم لقوا حالهم توجيه كيف ليش ما حدا بيعلم بعرف إنكم خايفين وبعرف إنكم مشتتين وبعرف معظمكم حاسس إنه مظلوم وإنه فار تجارب طبعا حقك إنك تشعر هيك لأنه زي ما بتعرفوا جيل 2008 هو أول جيل سيتم تطبيق القرارات الوزرية الجديدة عليه زي إنه التوجيه صار سنتين والمناهج تغيرت والانتحانات صارت محوسبة وأمور كثير كثير بتخلي جيل 2008 حالة استثنائية خاصة مختلفة عن كل الأجيال الصابقة لهيك أنا طلعت وسميتهم جيل التحدي وأنا متأكد بإذن الله تعالى إنه كل لياتكم قد التحدي أستاذي ما في أي شيء يدعو للخوف أو القلق أو التوتف ومش زي ما أنت نفكر بحب أأكد لك حسب الطلاعي على القرارات الوزرية الأخيرة والمناهج الجديدة وأساليب الامتحانات المحوسبة بأكد لك إنه كل هاي الأمور اللي حكيت لك إياها ما جاءت لكي تعقد عليك بل بالعكس تماما جاءت لكي تسهل عليك مرحلة التوجيه ورح تمشي الأيام وتثبت لك إنه كلامي كان صحيح فما في أي شيء يدعو للخوف إن شاء الله أموركم طيبة ولأني بحب جيل 2008 ولأني سميتهم جيل التحدي ولأني مآمن فيهم وحابب إني أكون قريب عليهم قررت إني أقدم لهم هاي الدورة التأسيسية المجانية في مادة اللغة الإنجليزية ومش لطلابي على منصة وتد فقط بل لجميع طلاب وطالبات المملكة أي طالب 2008 بيقدر إنه يحضر هاي الدورة ويستفيد منها لعله وعسى إنه هاي الدورة تكون سبب من أسباب نجاحكم وسبب من أسباب تخطيكم لهاي المرحلة قبل ما أبدأ بالشرح فيها كم شغلة مهمة جدا حاب بني أنوي عليها أول شيء أستاذي الدوسية اللي شايفها أمامك الدوسية اللي تم إعدادها خصيصا حسب النظام الجديد لجيل 2008 فقط مش لأي جيل آخر هذا الشيء اللي بيخلي الدوسية طبعا مختلفة عن الدوسيات الموجودة مسبقا الدوسية اللي حجمها 25 صفحة يعني شام لكل شيء مش زي دوسيات الأربع وخمس صفحات اللي بتشوفها في المكتبات حاليا الدوسية اللي بإذن الله تعالى رح تخليك مستعد وتجهزة وتخليك تدخل على منهاج اللغة الإنجليزية وانت مرتاح وإن شاء الله تعالى رح تدعيلي الدوسية اللي تعب وجهود عظيم تم بثله في سبيل إعدادها واللي أنا متأكد بإذن الله تعالى أنه كل التعب هادنا رح يروح على الفاضي أستاذي كيف تحصل على هذه الدوسية؟ ما رح أحكي لك روح على المكتب الإفلانية واشتري الدوسية في ثلاث وأربع لرات لا ما في داعي أنها غلبك كل بساطة دوسية متوفرة مجانا نسخة PDF إلكترونية ابعتلي على الواتساب على الرقم الظاهر أمامك تحت 079-017-9757 هاي الرقم اللي أمامك بالصورة ابعتلي كلمة دوسية 2008 بس وأنا ببعتلك نسختك مجانا PDF إمكانك تفتحها على التليفون تفتحها على اللابتوب تطبحها من أقرب مكتب عليك المهم طبعا يعني اللي بريحك أستاذي المهم من الدوسية تكون موجودة معك وإنت بتحضر هاي لدروس نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بأول درس أستاذي أول ما تفتح في الدوسية على أول صفحة بتلاقي عندك عنوان بالخط العريض Parts of Speech أجزاء الكلام وهذا طبعا موضوعنا لليوم ما رح نحكي عن كل أجزاء الكلام لكن اليوم رح نتكلم فقط عن الأسماء والضمارة طيب ش هي أجزاء الكلام يا أستاذ اللغة الإنجليزية زيها زي أيلوها الكلمات تقسم إلى أجزاء وأنواع منصميهم أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية منصميهم Parts of Speech الآن أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية تقسم إلى سبعة أجزاء زي ما انت شايف أمامك أول شيء في عندنا Nouns أو الأسماء احفظها بالإنجليزي اسم يعني Nouns أسماء Nouns فأول شيء رح نتكلم عن الأسماء كيف أنه في اللغة الإنجليزية في عندنا أسماء معدودة وغير معدودة وكيف أنه طبعا في أسماء مفردة وكيف نخليها مفرد والأسماء الجمع وكيف نخليها جمع يعني رح نتكلم كل شيء طبعا بخص الأسماء ثاني شيء رح نحكي عنه اليوم هو The pronouns ما يعني pronouns؟ يعني الضمائر طبعا هي وشي وإت ويو وغيرهم من الضمائر طبعا مش بس ضمائر الفعل بالإضافة لضمائر المفعول وضمائر الملكية هذول طبعا النouns والpronouns أجزاء الكلام هاي اللي رح نتكلم عنها في درس اليوم الآن في الدرس القادم رح نتكلم عن بقية الأجزاء زي مثلا adjectives أو الصفات اللي مش مهمة كثير زي الأسماء والضمائر لكن الأهم منهم كلهم هو الverbs أو الأفعال مهم جدا عشان تتأسس القواعد صح أنك تعرف كل شيء بخص الأفعال كيف أنه في عنا فعل رئيسي وفعل مساعد كيف أنه في عنا فعل منطبم وفعل غير منطبم أمور كثير بتخص الأفعال لازم أنك تعرفها طيب ورح نتكلم أيضا في الدرس القادم عن ال adverbs أو الظروف وفي عندك ال propositions حروف الجر والconjunctions مثل ذوات العطف يمكن هذه الشغلة يعني ما بتهمك كثير في مرحلة التأسيس يمكن أكثر ثلاث بس بهموك وبيديك تدرسهم كثير كويس حط لعليهم دائرة ذدوسية موجودة أمامك ببيديك تعرف الأسماء والضمائر اللي رح نحكي عنهم اليوم وبالحصة الجاي ببيديك تعرف أهم شيء الأفعال تمام؟ تمام هذا الحكي باللغة الإنجليزية اللغة العربية أسهل شوي مثل ما بتعرف أجزاء الكلام في اللغة العربية هم ثلاث فقط اسم وفعل وحرم يعني زي ما انت شايف لغتنا العربية اللي بيحكوا عنها صعبة طلعت سهلة جدا ومش معقبة بما يخص طبعا أجزاء الكلام زي اللغة الإنجليزية اللي تقسم إلى سبع أجزاء طيب الآن صارت عندك فكرة مبدئية شو يعني أجزاء الكلام؟ نأخذهم واحدة واحدة بالتفصيل الممل ونشرحهم ونبلش بالأسماء أول شيء Nouns أو الأسماء ما هو الاسم؟ مثل ما بتعرف الاسم هو كلمة تعبر عن شخص ممكن الاسم يكون شخص صح؟ لا لا ممكن يكون اسم هذا الشخص، وظيفة هذا الشخص، شو يقرب لكن مهم أن هاي الكلمة تدل على شخص معين أكيدها راح تكون اسم في عندي الاسم ممكن يكون مكان معين أي مكان، ممكن يكون اسم بلد، اسم مدينة، اسم مدرسة، هذا يسمى مكان فبالتالي أكيد هاي الكلمة راح تكون اسم، راح تكون Noun ما راح تكون فعل مثلا، صح؟ لا لا ممكن الاسم يعبر عن حيوان أو أي شيء غير عاقل، شيء جماد يعني خلينا نشوف الآن بعض الأمثلة بس لشان نفهم شو المقصود بكلمة الاسم فحدياً نأخذ الأشياء المهمة كيف أن الاسم بتقصها من المعدود وغير معدود وهذه الشغلات طيب، حكينا أن الاسم ممكن يعبر عن person، يعني الشخص حكيت لك ممكن يكون اسم هذا الشخص، زي مثلا أحمد، مريم، أي اسم مهما كان وإذا ملاحظ أسماء الأشخاص لأنه هذا يسمى proper noun، اسم علم، فلذلك يبدأ بحرف capital letter يعني أنت لما تكتب اسمك ممنوع تكتبه حرف small لازم يكون حرف capital لأن هذا يسمى اسم علم طيب، ممكن أيضا الاسم يدل على شخص ما يكون اسم الشخص نفسه زي أحمد ومريم، ممكن يكون مثلا وظيفة هذا الشخص، زي كلمة teacher معناها معلم، أو كلمة doctor ومعناها طبيب، أو ممكن الاسم يكون بيدل على قرابة هذا الشخص زي مثلا brother، اللي معناها أخ، أو حتى كلمة family، اللي معناها العائلة طيب، أيش كمان ممكن يكون الاسم؟ يعني بس هو بيدل على شخص؟ لا، ممكن أيضا يدل على animal، يعني حيوان كل الحيوانات اللي بتعرفهم طبعا lion, cat, horse, dog, mouse وغيرهم من الحيوانات ليه طبعا الأسد، القطة، الحصان ما في داعي ترجم لك يوم ما بهم ما كفر الآن في عندنا الاسم أيضا ممكن يدل على place، مكان حكيت لك هذا المكان ممكن يكون اسم دولة زي Jordan، وإذا كان اسم دولة أيضا أول حرف دي يكون capital letter زيه زي أسماء الأشخاص، لأن هاي الأسماء كلياتها رح نحكي عنها طبعا هاي تسمى proper nouns أسماء علم، تمام؟ ممكن يجيك سؤال استخرج استخرج اسم يكون اسم علم proper noun كل بساطة بتدور على اسم أول حرف P، capital letter، زي Jordan، زي أحمد، زي غيره طيب، ممكن المكان ما يكون اسم دولة، ممكن يكون مثلا سكول، مدرسة بدون ما أحكي اسم مدرسة، خلص كلمة مدرسة هي مكان، فبالتالي هي اسم ما أقول سكول تكون فعل؟ لا، في عندي أيضا park اللي معناها حديقة أو منتزة إلى عدة معاني، في عندي أيضا كلمة street اللي معناها الشارع طيب، أيش كمان ممكن المكان يكون؟ ممكن يكون أي شيء غير عاقل thing، شيء غير عاقل، شيء جماد، يعني مش مش شخص ولا مكان ولا حيوان لكن الأشياء اللي يعني مثلا طاولة، المكيف، أنا قاعد بطلع على الشغلات الموجودة هون بالغرفة لكن أي شيء حرفيا غير عاقل طبعا، هذا يسمى أيش؟ noun أو اسم زي مثلا كلمة table، معناها طاولة، كلمة pen، معناها قلم كلمة door، اللي معناها الباب، كلمة bag، معناها حقيبة، كلمة car، اللي معناها سيارة كل هاي الشغلات طبعا أسماء طيب، ما بهمني كثير هذا الكلام، الآن إحنا فهمنا شو يعني اسم أستاذ لكن، أنا شو بهمني هذا حكي في التوجيه؟ نبلش هسو الأشياء المهمة بهمك تعرف أنه الاسم في اللغة الإنجليزية يقسم إلى قسمين، في عنا شيء يسمى أسماء معدودة أو في اللغة الإنجليزية نحكي لها countable nouns، وفي عنا شيء يسمى أسماء غير معدودة uncountable nouns، طبعا أنا حططت لك هذا الشيء هون في الشكل اللي أمامك لحتى أسهل عليك حفظ المعلومة زي ما أنت شايف، في النونز الأسماء تقسم إلى قسمين، في عندي countable nouns، الأسماء المعدودة في عندي uncountable nouns أو الأسماء غير المعدودة واضح شوي يعني معدود وغير معدود، واضح من الإسم أن الأسماء المعدودة هي الأشياء اللي بقدر أعدها بما أنه بقدر أعدها، فهي ممكن تكون مفرد، يعني ممكن تكون شيء واحد، وممكن تكون جمع أكثر من شيء لأنه أنا بقدر أعدها فأقدر أجمعها، صح أو لا؟ يعني الأسماء المعدودة المعدودة، ممكن أنها تكون singular، يعني مفرد، وممكن أنها تكون plural، يعني جمع أنا بقدر أحكي لك مفرد وجمع، سدياك تتعود على هاي المصطلحات اللي لقدام لما تبلش في التوجيه، سواء طبعاً الإنجليزي تبع الصف الأول الثانوي، اللي هو طبعاً وزاري، يعتبر توجيه بداخل في علامة الوزارة 100% أو حتى المنهاج المتقدم، الإنجليزي المتقدم اللي راح تأخذه لما توصل توجيه الصف الثاني عشر هاي المصطلحات راح تمر عليك كثير، فدياك تتعود عليها وتعرفها من الآن أنا لما أحكي لك مفرد يعني singular، لما أحكي لك جمع يعني plural، هاي المصطلحات لازم تعرفها من الآن أكيد معظمكم يعني عارفها، لكن هذا يعني بتأسيس لازم أنه نبلش من الأساس طيب، الأسماء المعدودة بقدر أعدها فممكن تكون مفرد، ممكن تكون جمع أعطينا مثال يا أستاذ، زي مثلاً كلمة table، اللي معناها طاولة فبنقدر نحكي one table، يعني طاولة واحدة، ممكن إنا أعدها، ممكن نحكي مثلاً three tables, four tables, five tables طيب، أما الأسماء غير المعدودة وهي اللي بتهمني كثير في التوجيهة، وفيها trick ممكن إنه يخدعك، ينقصك علامات، فلازم تعرفها الأسماء غير المعدودة أستاذي دائماً singular، دائماً مفردة، ما بقدر أجمعها، كيف بدي أجمعها وهي ما بتنعد أصلاً طيب، شو هي يا أستاذ الأشياء اللي ما بتنعد؟ هساً بشرح لك بالتفصيل، بس خلينا أول شيء نأخذ إيش؟ الأسماء المعدودة، واحدة واحدة، كله إن شاء الله راح نشرحه طيب، أول شيء أستاذي راح نحكي عنه هو countable nouns أو الأسماء المعدودة، زي ما حكيت لك الأسماء المعدودة، الشغلات بقدر أعدها، فبالتالي بقدر إني أجمعها، يعني ممكن تكون مفرد، ممكن تكون جمع طيب، أنا كيف أعرف لما أقرأ كلمة معينة إذا هاي كانت مفرد ولا جمع؟ يعني في اللغة العربية الموضوع بسيط، أنا بغير الكلمة مثلاً طاولة، طاولات، يعني لما جمعتها غيرت كلمة، غيرت شكل الكلمة أصبح لكن في اللغة الإنجليزية، يعني الترك بسيط، فيه شيء معين لازم تعرفه لحتى تندل إذا كانت هاي الكلمة مفرد أو جمع والموضوع يعني مش سهل زي ما أنت تفكر إنه نضيف أسف وخلص، لا، فيه طرق كثير أول شيء كيف أعرف إنه الإسم مفرد؟ يعني شو فيه الشغلة ممكن يدلني إنه هذا الإسم مفرد يعبر عن شيء واحد وليس جمع طيب، عادة الإسم لما يكون مفرد بيجي قبله أداة تنكير وأدوات التنكير هم أ وأن أ وأن، لما تشوفهم قبل الكلمة يعرف إنه هاي الكلمة إيش؟ تعبر عن شيء مفرد، يعني شيء واحد مش جمع، تمام؟ إذا شفت قبل الكلمة هدول وكثير راح تشوفهم مثلاً لما بدي أحكي لك سيارة واحدة ما بحكي لك كار، هذا شيء غلط يعني ما بصير أحكي I have car أنا عندي سيارة، لا، في اللغة الإنجليزية هذا خاطئ لازم تحكي I have a car فلازم نحط قبلها A أو N لحتى أخلي الكلمة إيش مفردة بدي أحكي مثلاً فراشة واحدة ما بحكي Butterfly، بحكي A Butterfly، كيف كيف؟ عشان إيش؟ أخلي هاي الكلمة مفردة ما بحكي مثلاً بحكي كوف، ما بحكي Cup، بحكي A Cup مثلاً I have a cup. I want a cup. A cup مش cup لحالها A girl يعني فتاة واحدة، بنت. A boy يعني ولد أو فتاة واحد. طيب المهم إنه هاي الأسماء مفردة إيش بيجي قبلها؟ بيجي قبلها A طيب متى يا أستاذ نضيف N؟ يعني هل أنا بختار عكيفي؟ أحط A أحط N؟ لا، في فرق بينهم طبعاً مع أنه الاثنين زي بعض يعني الاثنين للمفرد، الاثنين ببينه لهم نفس المعنى هم مئاذا التنكير بتبين أنه هاي الكلمة مفرد ولكن في اختلاف بسيط بينهم، إحنا القاعدة الرئيسية بتحكي أنه نضيف A ولكن أحياناً باضطر إني أضيف N قبل الاسم فقط إذا بدأ الاسم بحرف علّة، هذا هو الشرط، لازم الاسم يبلش بحرف علّة إذا ما بلش بحرف علّة، خلص بضيف A وبغيح راسي زي ما عملنا هون A car، A cup، لكن إذا بلش الاسم بحرف علّة، فلازم نحكي أن، لا بس يراحكي A لأنه أسهل للنفذ طيب شو هي حروف العلّة اللي ما بيعرفها؟ هي طبعاً A, E, O, U, I إذا بلش الاسم بلش بأحد هاي الحروف أو أحد هاي الأصوات، حتى ما بهمني حربي، بهمني الصوت يكون صوت علّة فطبيعي طبعاً إنه نحط قبلها N مثلاً N army، طيب ليش ما حكيت A army؟ لأنه الصعب الواحد يحكي A army يعني A بلش بأف شوي اللفذ صعب، فبالتالي نحكي N army لتسهيل اللفذ، تمام؟ ليش؟ لأنه army بلش بحرف علّة، هي زي ما انت شايف حرف A لما بنحكي تفاحة واحدة، ما بحكي A apple، هذا طبعاً خطأ، نحكي N apple يعني تفاحة واحدة an elephant في الواحد، طيب ليش هنا أن؟ لأنه ببساطة elephant بلش بحرف E وأحد حروف العلّة an umbrella أيضاً أمبريلا بلش بحرف علّة، فبالتالي حكينا أن، طيب عرفنا الفريق بين الأو والأن، وعرفنا أنه هادولش يعني لما أشوفهم أنا أدوات التنكير هادول قبل الكلمة، بعرف أن هاي الكلمة هي اسم مفرد، طيب كيف أعرف أن الكلمة هي اسم جمع؟ يعني إحنا ماشي، عرفنا كيف نخلي الكلمة مفرد، كيف نخليها جمع؟ الطريقة اللي المعظم بعرفها، والمعظم بتعلمها، أنه نضيف أس للإسم، الطريقة الصحيحة أكيد، وهي أصلاً قاعدة رئيسية، لكن ما بتزبط دائماً في عنا طرق طرق أخرى، لازم نحكي عنها، طيب، إذن الطريقة اللي المعظم أنك تضيف أس للإسم، هيك بتخلي الاسم جمع مثلاً، كار، معناها سيارة، كارز، سيارة، فأنا ضفطلة أس عشان أخليها جمع، هاوس أصبحت هاوسز، منزل المنازل، كي، اللي معناها مفتاح، أصبحت كيز، يعني مفاتيح طبعاً أس الجمع أحياناً تلفز زه عادي جداً يعني، كل كلمة بدك تشوف، بدك تسمع كيف تنلفز، تعلم المستاذة سكول أصبحت سكولز، مدارس، سيانتست معناها عالم، لكن سيانتست معناها علماء، هاي هون الأس الجامع لفضناها السه، مش زه، عادي مرات هيك مرات هيك حزة بالكلمة طيب، هاي الطريقة الأساسية، لكن مش دائماً بتثبط، أحياناً بضطر إني أضيف إي أس، يعني الأس ما بتثبط معي لازم أضيف إي أس، طيب قيمتا؟ لدينا شرط معين، إنه الإسم ينتهي بأحد الأحرف الآتية، اللي هم إكس، زد، إش، إتش، أو أس، هدول طبعاً أنا لفضلك إياهم، اللي هم إس و إتش بتصير شا، و سي و إتش بتصير شا، هذا الصوت تبعهم يعني، فلما الكلمة تنتهي أستاذي بأحد هاي الأصوات، أو أحد هاي الحروف، ساعتها ما بيصير إنك تضيف إس، لأنه رح يكون صعب عليك، إحنا لتسهيل اللفظ شو منعمل؟ نضيف إي أس، خلينا أعطيك مثال بسيط جداً، خلينا نتطلح هون على كلمة باس، كلمة باس اللي معناها باس مدرسة، أصلها كان هيك باس، تمام؟ بأي حرف انتهت، انتهت بحرف الإس، هل حرف الإس أحد الأحرف اللي حكينا عنه مفوق؟ نعم، هايه آخر حرف، فبالتالي ما بيصير لما أجمع هاي الكلمة إني أضيف إس، أحكي باس، مش زابطة، لتسهيل اللفظ، مشان ألفظ الكلمة يعني بشكل أسهل، ما بضيف إس، بضيف زي ما حكينا إي أس، لأنه هيك أسهل لللفظ، فبتسير بسز، اللي معناها طبعاً بساط، طيب نشوف الكلمة اللي بعدها في عنا كلمة باكس، اللي معناها صندوق، طبعاً كلمة باكس، لفظها باكس، بوكس، ما اختلفنا، يعني لفظ بريطاني أمريكي ما تدقق اللفظين صح، أول شيء أستاذي، كلمة باكس تنتهي بحرف الاكس، هل حرف الاكس أحد الأحرف اللي حكينا عنهم فوق؟ نعم، حرف الاكس هيه، أول حرف، فبالتالي هون لما بدي أجمع هاي الكلمة، لما بدي أحكي صناديق، ما بيصير إني أضيف إس، بضيف إي أس، فصارت باكسز، نفس الشيء بقية الكلمات، يعني هون انتهت بسي أتش، هون انتهت بأس أتش، عشان هيك دفقنا إي أس، طيب، هاي كان الطريق الثاني، صلوا محضين طريقتين، قاعدة الأساسية بتحكي ضيف إس، قاعدة الثانية بتحكي إنه مرات لما تنتهي الكلمة بأحد هاي الحروف، ما بصير يعمل يضيف إس، ضيف إي أس، هذول الطريقتين فهمناهم، الآن نأتي للطريقة الثالثة، وركز معي شوي، بحكي لك إذا انتهى الاسم بحرف واي، تعرفوا حرف الواي اللي معظمكم بحكي عنه يو، حرف الواي يا أستاذ، وفيه شرط إنه كلمة ماشية تنتهي بحرف واي، بس قبله بدي يكون فيه حرف ساكن، شو يعني حرف ساكن؟ كل أحروف اللغة الإنجليزية مع عادة حروف العلة اللي حكينا عنها فوق، نتذكر حروف العلة اللي هم الإي آي إي أو يوم، نتذكر لما كنتوا ترسمو لها وجه وانتوا صغار، هاي الخمس أحروف بنسميها حروف العلة، طيب، كل الحروف الثانية اسمها حروف ساكنة، انتفقنا؟ الآن، إذا جاء عندي حرف واي، وقبله ما في حروف عللة من هدول، في قبله ساكن، ساعتها شو بعمل عشان أجمع الكلمة؟ ساعتها بحذف الواي، وبضيف آي إي أس، مش إي أس، آي إي أس، زي كي إني بدلت الواي بآي، تمام؟ أعطيك مثال، في عندنا مثلا كلمة بايبي، بايبي اللي معناها طفل، تنتهي بحرف إيش؟ بحرف الواي، فنطلع شو فيه قبله، قبل حرف الواي في عندك حرف بي، حرف البي حرف ساكن، بما أنه حرف ساكن مش علة، معناته أمورنا تمام، بقدر إني أحدف الواي، وأضيف آي إي أس، فشو صارت هذه الكلمة؟ صارت بايبي، نفس الشي كلمة كاندي، حرف الواي انتهي بحرف الواي، اللي هو ساكن مش علة، لأنه مش من هدول، حرف ساكن، صح؟ فبالتالي بحذف الواي وبتصير كاندي، سهل جدا، طب شو أسوي إذا جتني كلمة زي كلمة بوي؟ كلمة بوي انتهت بحرف واي يا أستاذ، لكن قبلها ما في ساكن، قبلها في حرف الأو، اللي هو طبعا حرف علة، واحد من الأحرف هدول هاي هون، فشو أسوي بهاي الحالة يا أستاذ، كل بساطة ارجع للقاعدة الأساسية اللي فوق أول واحدة، إنك تضيف إس، فبوي صارت بويس، ما في أبسط منه، الآن هدول الثلاث طرق اللي حكيتهم هم من متشابهات بعض الشيء، يعني بتضيف إس، هاي القاعدة الأساسية، مرات بطر أضيف إي أس عشان أسهل اللفظ، مرات آي إي أس، طيب معلن، الآن الطريقة الرافعة اللي معظم الطلاب ما بيعرفوها، في بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية جمحها شاب، شاب، شو يعني يا أستاذ جمحها شاب؟ يعني جمحها مختلفة عن الطرق اللي حكينا عنهم فوق، هاي الكلمات لا تجمع بإضافة إس وإي أس وآي إس ومدري إيش، أبدا، الكلمة كلياتها تتغير، بتصير كلمة ثانية مختلفة عن اللي قاملها، تمام؟ الحلو بالموضوع أن هاي الكلمات مش كثيرة، شايف الجدول اللي أمامك؟ هدول هم الكلمات فيش غيرهم، احفظهم، بتخلص من الشغلي هاي، ترتاح، عشان هذا اللي ترك ما يضحك عليه في امتحان التوجيه، لأن هاي الكلمات لازم تعرف إنها جمع، رغم إنه ما في آخرها لا أس ولا يأس ولا إشي، لكن لأنها كلمات جمع حشاب، لازم تكون تعارف وحافظ إنه هاي الكلمات جمع، شو هي هاي الكلمات؟ أول شيء أستاذي في عندك كلمة person، اللي معناها شخص، لما بتحكي أشخاص يعني ناس، للأسف بسمع كثير من ناس بيغلطوا، طلاب وأحيانا والله ما بدل عليكم أساد، بيحكوا persons، كلمة persons ماشي تستخدم أحيانا، بس مش ضمن هذا الصياق، لما بنحكي ناس أو أشخاص، ممنون نحكي persons، جمع هاي الكلمة هو people، يعني أشخاص، ما في شيء يا أستاذ اسمه persons، إلا في حالات معينة، ونكن مش داخل فيها كطلاب توجيه، لكن بالمعنى هذا، في هذا الصياق تسمى people، فإذا ملاحظ الكلمة كل آياتها، إيه شمالها، تغيرها، ما حكينا persons، حكينا people، فلما تجيك people في الامتحان، أنت لازم تعرف كطالب توجيهي إنه people هاي شمالها؟ جمع وليست مفضل، ليش؟ عشان تعرف تختار بعض، بتشدك بالقواعد، تعرف إنه هاي بدها، بعدها إشي جمع، فعل جمع، فبصير إنه تأخذ مثلا people is، أو people was، أو people has، هذا كله غلط، لازم تأخذ إشي جمع، مثلا people are، طيب، في عمنا أيضا كلمة مان، يعني قول هاي people كل بعرفها، فكلمة مان، للأسف أسمع كثير طلاب بغلطوا، بيحكوا مان، معناها رجل، لما أسألهم شو يعني رجال، بيحكوا لي منز، والله طلاب الفين وثمانية، سمعتها منهم، للأسف يعني، مان، جمعها، ليس منز، هذا طبعا سوء، يعني خلينا نحكي في التأسيس، في مادة اللغة الإنجليزية، بكون الطالب، يعني جاي على التوجيه، وأول مرة بيدرس إنجليزي، ما درس، وما تأسس قبل هاي، فبغلط هايك أخطاء، ما بدنا نغلطها، إحنا حكينا، هذا الجيل هو الجيل التحدي، الجيل اللي راح يكون قدها، فما بدنا نغلط هايك أغلاط كافة يا أستاذ، ما نجمعها من، من يعني رجال، غيرنا حرف الإي لحرف الإي، ليش؟ لا تسألني، ما في قاعدة، هاي جمع الشيات بدك تحفظها هيك، ما في قاعدة يحكي لك إياها، طيب، في عنا كلمة ومن، طبعا ومن معناها امرأة، لما بد يحكي نساء، ما بحكي ومنز، ومنز هيسيبك منها، جمع كلمة امرأة هو ومن، يعني إذا ملاحظ عملت زي فوق، فما تنسى هذه الملاحظة، كلمة رجل وكلمة امرأة، جمعهم تقريبا نفس الطريقة، اي بتصير اي، فمان صارت من، ومن صارت ومن، طيب، فين دي كلمة child، اللي كثير بتيجي بأسئلة الوزارة صراحة، بيجيبوا كلمة ايش، كلمة children، فأغلب الطلاب ما بيعرف إن كلمة children هي جمع، رغم إنه ما بتنتهي باسف، لكن هاي جمعها شادة، تكون حافظها، children يعني أطفال جمع كلمة child، مش حد يحكي لي children، لا، اختلف اللفظ شوي، في عندي كلمة tooth، tooth معناها سن، صح ولا لا، هاي موضوعكم بيعرفه صراحة، يعني جمع كلمة سن، أسنان وهي teeth، مش toothes، لا بدي أسمح هذا بيحكي toothes، tooth جمعها teeth، طيب، عندها كلمة foot، foot، مش foot، foot هاي، غلط، ما بدي أسمحها من يوم رايح، اسمها foot، اللي معناها قدم، لذلك اسمها football، ما اسمها football، صح ولا لا، اسمها football، إذن هاي الكلمات والفظ، foot، طيب، قدم، جمعها أقدام، وهي feet، يعني ما بصير حكي foots، ما فيك إشي باللغة الإنجليزية، foot معناها قدم، feet أقدام، وفي عندنا طبعا كلمة mouse، اللي معناها فار، اللي هو الفار، تعرف الفار، للأسف هاي كثير ناس مغلطوا فيها، كثير ناس ما بيعرفوها، بيحكوا mouses، هذا الشيء طبعا خاطئ، mouse جمعها mice، جمعها شوي غريب، بدك تحفظوا أنه mice معناها فئران، طبعا دير بالك، لأنه هون بتكلم عن الفار، ما بتكلم عن الماوس، اللي هو تبع الكمبيوتر، الماوس تبع الكمبيوتر، إذا بدك تجمعه، بتقدر تحكي mouses، ممنوع تحكي mice، شفت كيف حسب معنى الكلمة، طيب يا أستاذ، خلصنا موضوع المفرد والجمع، وعرفنا شو يعني أسماء معدودة، إنه كيف بتكون مرات مفرد كيف مرات جمع، هون في عندك تمرين بسيط، طبعا يفضل إنك توقف الفيديو، وتحاول تحل التمرين لحالك، وبس تخلص تتأكد من حلك، أنا الآن راح أحله أمامك، تمام؟ هذا التمرين بيحكي لك إجمع الكلمات الآتي، بس عشان تأكد إنك فهمت قصة جمع الكلمات، كيف إنه في عندنا أربع طلق مختلفة، مرة S، مرة ES، مرة IES، ومرة عندنا الكلمات الجمع الشاذ اللي حكينا أحفظوهم، طيب، أول كلمة يا أستاذ هي كلمة boy، أول شيء كلمة boy انتهت بحرف Y، لكن حرف ال-Y هاد قبله حرف علة مش ساكن، قبله في O صح ولا لا، حرف علة، معناته ما بتطبق عليه شغلة IES لا، فهنا بنرجع للقاعد الأولى، القاعد الأساسية، وكلمة boy يا أستاذ جمعها boys، طيب، لدينا كلمة fox، fox انتهت بحرف ال-X، أحد الأحرف اللي حكينا عنهم، اللي ما بزبطت ضفلهم S، بدهم ES، ف fox صارت foxes، يعني ثعلب ثعلب، قلنا كلمة child، child معناها طفل وهي من الكلمات اللي جمعها شاذ، يعني بدك تعرف إنه هاي لا تجمع childs، ما بدي أشوف ال-S، هاي اللي كلمة جمعها children، ليش؟ لأنه جمعها شاذ، لأنه احفظناهم، خلص، الوزارة، أصبح ما رح تضحك علينا، صارنا عارفينهم، أيضا كلمة man، ما بدي أسمع واحد بيحكي man's، من جمعها من، وآخر كلمة هي butterfly، butterfly انتهت بحرف ال-Y، وقبله في L، وال-L حرف ساكن، معناته هون شو منسوي، نحذف ال-Y، منضيف IES، فبتصير Butterflies، 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 طيب، طبعا موجودة الإجابات التحيط، سحاول إنه ما تتطلع على الإجابات، إلا ما تحل أول، لأنه نعمل تضحك، تضحك على نفسك بالآخر، فدائما حل، اختبر نفسك، بعدين تطلع على الإجابات النموذجية، الآن أستاذي، خلصنا من موضوع الأسماء المعدودة، عرفنا كيف ممكن تكون مفرد، وكيف ممكن تكون جمع، الآن إذا متذكرين، حكينا أنه في أسماء غير معدودة، سميناها في اللغة الإنجليزية Uncountable Nouns، هاي الأسماء اللي ما منقدر نعدها، فبالتالي دائماً تعامل معاملة المفرد، يعني ممنوع نجمعها، منقدرش نجمعها، مين ما تنعد؟ طب شو هي هاي الكلمات؟ أنا جبت لك أشهر الكلمات اللي بتيجي عادة في امتحان الوزارة، اللي لازم تعرفهم أن هذول الكلمات شمال هم؟ كلمات غير معدودة، يعني تعامل معاملة المفرد، هذا شيء بهم كثير في القواعد في الوزارة، كثير طلاب يغلطوا من وراء الشغلة هاي، أول كلمة يا أستاذ هي كلمة Salt، اللي معناها ملح، وكلمة Sugar، اللي معناها سكر، وكلمة Rice، اللي معناها أرز، طبعاً، لو نلاحظ شو الشيء المشترك بين هذول الثلاث كلمات، أنه كل ياتهم بعبروا عن شيء صعب أنه نعده، لأنه حقته صغيرة كثير، يعني زي أشياء البودرة، والرز، والسكر، والطحين، مثلاً كلمة طحين، فلاور أيضاً لا تعد، بس أنا جبت لك أشهر كلمات التي تأتي بالوزارة، بس أي شيء أنت بودرة، خلص، لحالك عرفت، أي شيء يعني بودرة أو أي شيء يتكون من حبوب صغيرة صعب أن نعدها، خلص، لحالك عرفت أن هذا اسم غير معدود، عمرك سفت واحد بيعد حبات الرز، أزهو بيقدر، ولكن لا يوجد أحد بيعمل هكذا، فهي اسمها غير معدودة، أي شيء يعني غير معدودة؟ يعني تعامل معاملة المفرد، يعني نحكي مثلاً شُّقر إز، ممنوع أحكي شُّقر آر، يعني مفرد هذا، ما يصبح أجمعه، ما يصبح أجمعه، ما يصبح أجمعه، وفهمانه، يقول لك أنا أجمعها، لا أريد أن أحكي سكر، أريد أن أحكي شُّقر، أصلاً بالعربي لا تنجمع، يعني جمع سكر لا تنجمع، هي كلمة غير معدودة، لا تجمع، هاي زي الأسئلة اللي كانوا يسألون إياها زمان، كانوا يبحثوا علينا السادة العربي، شو جمع كلمة حليب؟ الروح نزلي الهبل ونجاود، حلائب، هاي الأشياء أستاذي ببساطة لا تجمع، لأنها غير معدودة، طيب، عرفنا الشغلات هاي، الآن في عنا أي شيء سائل أيضاً لا يجمع، زي كلمة ملك، اللي معناها حليب، مش أسمع واحد بيحكي ووترز، ووترز هاي اختلف المعنى، صار معناها شلالات، اختلف المعنى تماماً، إحنا ما نحكي عن المي، المي لا تجمع، المي سائل، ما في حدا بيجمعها بيحكي مي، ميتين، ثلاث صعب، هاي كاسات المي تجمع، كلمة كبس تجمع عادة، لكن كلمة ووتر نفسها لا تجمع، انتبه، في عنا أيضاً كافي، اللي معناها قهوة، سائل لا يجمع، كاسات القهوة تجمع، فنجين تجمع، لكن القهوة نفسها لا تجمع، افهم عليك، في عنا أيضاً كلمة ماني، اللي معناها مال، مصاري، فلوس، أيضاً هاي الكلمة يا أستاذ لا تجمع، ما بسر حكي مانيز، عمرك سمعتها بحكي مانيز، هيا اسمها ماني، مع أنه بالعربي بنحكي مال أموال، لكن باللغة الإنجليسية لا تجمع، الدينار يجمع، دينار دينارز، دينار 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 ننير، لكن كلمة مال نفسها، عمرك سمعت واحد بحكي مال مالين ثلاث، لا، لا تجمع، هناك كلمة information، information معناها معلومة، وفي اللغة الإنجليسية لا تجمع، حكيت معلومة، حكيت معلومات، دائماً information، لا يوجد شيء اسمه information، أجمعها، أحكي معلومات، هذا خطأ، خطأ شائع جداً، رغم أنه تنجمع باللغة العربية، فأقدر أحكي معلومة معلومات، عديتها معلومة معلومتين ثلاث عادي، ولكن نساق من اللغة العربية، نحن نحكي عن اللغة الإنجليسية الآن، فهي شغلات اللي مرات بنخدع الطلاب فيها، رغم أنه هاي بتنجمع بالعربي، بس بالإنجليزي لا، فinformation مش information، أوكي، information is، لأنه جمع بتاخد is، ما بتاخد R مثلاً، طيب، عنا أيضاً كلمة advice، اللي والله يا جماعة، طلاب معي في الماجستير بيغلطوا فيها، advice، ما بيصير نحكي advices، لا تجمع، اللي هي كلمة طبعاً معناها نصيحة، بالعربي، نصيحة، نصيحتين، ثلاث، نصائح، فجمعها أموري طبيعية، الإنجليزي لا تجمع، فيش اشي اسمه advices، تمام؟ كلمة music، اللي هي الموسيقى، طبعاً لا تجمع، كلمة wood، اللي هو الخشب، المواد كلها لا تجمع، الخشب والبلاستيك والحديد، أنا جايب لك مثال، بس أنت فاهم الفكرة، المواد كلها لا تجمع، كلمة plastic، كلمة iron، كلها لا تجمع، طيب، في عنا energy، اللي معناها طاقة، لا تجمع، في عنا أسماء المواد، اللي بتقودها في المدرسة، وأسماء اللغات، وهي الشغلات أيضاً لا تجمع، زي مثلاً English، معناها انجليزي، math, رياضيات، صيانس علوم، كل هاي الكلمات أستاذي، لا تجمع، احفظهم، والله بيفيدوك بامتحان الوزارة، أقول لك ليش بيفيدوك، هاي الجملة مثلاً خاطئة، ليش؟ لأنه بيحكي لك Water are important for all living beings، يعني الماء مهم لجميع الكائنات الحية، شو الغلط في هاي الجملة، الغلط انه Water اسم غير معدود، فبالتالي مفرد، فانت كيف اسم مفرد تحكي، بتحط له جنبه are، هذا الخطأ اللي بيوقع فيه طلاب امتحان الوزارة، المفروض Water is، فبهمني جداً أعرف انه Water مفرد، ليش؟ لأنها ما بتنعد، يعني فيش اشي اسمه Water أصلاً، الآن أستاذي فيه أسماء، بتشبه الأسماء غير المعدودة هي، لكن هو شيء مختلف، لكن تشبهها، كيف تشبهها؟ أنه أيضاً تعامل معاملة المفرد ما بتنعد، أنا هون بتكلم عن اسم المصدر، بالعربي بنحكي له اسم المصدر، المصطلحات العربية هاي بدأت تنسال إياها، شيلها من راسك، من يوم رايح اسمه جرن، كثير راح تسمعها، في الأول ثانوية في التوجيه، راح تسمع كلمة جرند، شيعني جرند؟ جرند هو اسم ينتهي ب-ING، موجود أول الجملة، ينتهي بإيش ب-ING، هذا اسمه جرند، اسم مصدر، زي مثلاً، سويم يسبح، طب، سويمينج، السباحة، فصار اسم مصدر، السباحة، ريد يقرأ، طب، ريدنج، القراءة، درايف يقود، طب، درايفنج، القيادة، رايت يكتب، طب، رايتنج، الكتابة، فهي أسماء، تسمى اسم مصدر أو جرند، تنتهي ب-ING، شو ما لها؟ أيضاً، تعامل معاملة المفرد دائماً، لأنه هي كمان ما بتنعد، يعني ما بتثير مثلاً، ريدنج، أحكي ريدنج، لا، أو مثلاً، سويمينج، أحكي سويمينج، سباحة، سباحات، لا، لا تجمع في اللغة الإنجليزية، تمام؟ طيب، بايش بيبني هذا الحكي؟ وركزولي على هذا الترك، ركزولي عليه كثير كويس، أسئلة تدع دائرة في القواعد، في التوجيه، طلاب لحد هسا بيغلطوا فيه، بايش الطالب بدي يختار S أو A؟ عادي، سؤال عادي، قواعد سخيف جداً، كوكينج منسف، يعني طبخ المنسف، كل يوم جمعة، R أو S، واحد منهم يعني عموماً، A tradition in Jordan، يعني هو يعتبر عادي، عادي، موجودة عند عائلات الأردنية، تدخل منسف كل يوم جمعة، طيب، الآن أستاذي، شو المشكلة في هذه الجملة؟ المشكلة إنه إذا حطيت R، بحط لك غلط، جملة خافئة، ليش؟ لأنه أنت سيبك كلمة R شو فيه قبلها، سيبك الفرق شو فيه قبله، أنت سهون شو فيه، فيه جامع فيه مفرد بهمنيش، أنا بتطلع وين؟ إذا في عندي اسم مصدر، يعني جرند، ING، بتطلع عليه هو اللي بهمني، بما أنه عندي كوكينج، فخلص، كوكينج، تعلمنا قبل شوينها مفرد، فبالتالي، بصيرش يحكي R، بحكي S، تمام؟ حتى لو هون قبل الفراغ فيه إشي جامع، ما بهمني، بتطلعش عليه، لما يكون عندي جرند، بتطلع عليه هو، اسم هالطبخ المنسف كل يوم جمعة، كلمة آر عمين بتعود على كلمة طبخ، صح ولا لا، فدائما الجرند إذا موجود، خلص يعرف إنه مفرد، هيك خلصنا موضوع الأسماء، وعرفنا شو يعني الأسماء المعدودة وغير المعدودة، عرفنا كيف الأسماء بتكون مفرد، وكيف بتكون جمع، شو الطرق، وعرفنا إنه الأسماء غير المعدودة شو هي، وكيف إنها دائما مفرد لا تجمع، وكيف هذا الشيء طبعا بفيدني بالقواعد، الآن خلينا نروح للموضوع الثاني، وهو البروناونز أو الضمائر، ما هو الضمير؟ شو فييت الضمير؟ إحنا ليش نستخدمه؟ سواء بالإنجليزية أو بالعربي، شو يعني ضمير أصلا؟ هذا الشيء اللي الطلاب للأسف المعظم مش فاهمينه، أستاذي، البروناونز أو الضمائر، فييته إنه الضمير بحل محل الاسم، ليش؟ منعا من تكرار الاسم، عشان ما أضل أكرر الاسم مرة ومرتين وثلاثة، هيك الكلام بيصير أصعب علينا، يعني مثلا أنا بدأتكلم عن نفسي، معقول لأحكي والله إياد يرحب بكم، اسمه أنا أرحب بكم، ليش تقدم كلمة أنا هذا الضمير؟ عشان ما أضل أكرر اسم إياد، طيب، هذا لما تتكلم عن نفسك، مثلا أنا بتكلم عن واحد، مثلا صديقي لي اسمه عمار، زي ما أنت شايف الجملة هاي، مثلا أنا أحكي لك إنه عمار is very smart، يعني عمار شخص دكي، طيب، حلو، أنت عرفت إنه عمار ذكي، وعرفت مين عمار لأنا بحكي لك عنه، وأحد صاحبي في المدرسة، طيب، عرفت الآن إنه عمار شخص دكي، الآن، بدي أرجى أحكي لك معلومة ثانية عن عمار، أرجى أحكي لك كمان مرة عمار 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 عمار، كل ما أحكي شيء أحكي عمار، هيك لغتنا بتصير صعبة، التواصل ما بيننا بصير صعب، فلذلك من باب تسهيل اللغة، في شيء اسمه ضمير، الضمير بيحل محل الاسم، عشان ما أضل أكرر عمار عمار عمار، فبدل ما أحكي مثلا عمار is very smart، عمار works as a teacher، خلص، بحكي عمار is very smart، he works as a teacher، يعني هو يعمل كمعلم، الآن الهي هي ضمير، عشان ما أضل أكرر عمار عمار عمار، بيجي سؤال في الوزارة، دائماً بيسألون طلاب التوجيهي عن نظام نقديم، حتى النظام الجديد، السؤال هذا رح يضل موجود، what does the pronoun refer to؟ رح فرجيك هذا السؤال كمان شونا، بس نخلص كيف تجاوب عليه، طبعاً هذا السؤال بيحكي لك على ماذا يعود الضمير الذي تحته خط، خلينا نعتبر أنه بهاي الجملة البسيطة، يعني هذا هيك مثال بسيط، عندنا الضمير هي، قال لك السؤال، الضمير هي على إيش بيعود؟ كل بساطة تحكي له بيعود على مين؟ على عمار، عن مين بنحكي قاعدين؟ بنحكي على عمار، هذا المثال بسيط جداً، لكن فقرات التوجيهة إلا ما يكون فيها تركات، إلا ما يكون فيها شغلات، لازم إني أفهمك إياها، طيب، الآن عرفنا شو هو الضمير، شو في يده، عرفنا أنه منستخدمه، عشان ما نظل نكرر الإسم، الآن خلينا نشوف الضمائر، شو أنواعه، إيش هم بالضمائر، نعرف معانيهم، كل فقرة منقراها دائماً فيها ضمائر، 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 هذا الشيء طبعاً يعني الطلاب اللي ما بيعرفوا معانيهم، بنعجقوا، ما بيعرفوا يترجموا بسبب الضمائر مرة، لازم يكون عارف كل ضمير شو معناه، وليش بيستخدم، أستاذ يركز معي، شغلي بإذن الله تعال رح تفيدك جداً ورح تبعين، الضمائر في اللغة الإنجليزية تقسم إلى ثلاث أنواع، ثم ثلاث أنواع رئيسية بهمني أنك تعرفها، subject pronouns، ضمائر الفاعل، في ضمائر منسميها ضمائر المفعول به، يعني object pronouns، وفي ضمائر منسميها صفات الملكية، مش ضمائر ملكية، فعلياً هي صفات، تشبه الضمائر لكن هي صفات، فالمهم هذول الثلاث شغلات لازم تعرفها، خلينا فرجيك كل ضمير كيف أنه إله ثلاث أشكال، مرات بيكون فاعل، مرات بيكون مفعول، مرات بيكون ملكية، وراحكي لك طبعاً معناه بالعربي، ومثال عليه تعرف كيف تستخدم كل شكل من هاي الأشكال، أول ضمير واللي لكل بعرفه هو I، انتم مش صغار، طلعاً في 2008 بعرفوا أنه I معناها أنا، وبعرفوا أنه في اللغة الإنجليزية I تعامل معاملة الجمع، رغم أنه معناها أنا، بس خلص ياخي اللغة الإنجليزية لغة معافة، شدك تسوي؟ I تعامل معاملة الجمع، ليش ما بعرف، ما أحدا يعني يقدر يجاوف هذا السؤال، ليست مفرد بل هي جمع، طيب ما علينا، لأن أنا لا أعرف يا أستاذ أنه I معناها أنا، أنت ما جبت لنا إشي جديد، لكن للأسف بشوفت الله بعرفوش يفرقوا بين هذول السلاح، I, me, my بفكروا أنه كل يأتهم معناهم أنا، لكن فعلياً استخدامهم مختلف، صحيح أنه كلهم بيعودوا على الشخص نفسه، يعني لما أحكي I أو me أو my بتكلم عني، صح ولا لا، لكن كل واحدة لا أستخدام، حسب ما كانها في الجملة يا أستاذ، حسا I معناها أنا، لكن لما تكون فاعل، يعني في بداية الجملة، مثلاً I can't sing، يعني أنا أستطيع الغناء، لأنها إجت بداية الجملة، لأنها فاعل، من هو اللي يستطيع الغناء؟ أنا، أنا الفاعل هون، فعشانك حكيت I، تمام؟ لما تكون مفعول به، شو يعني مفعول به؟ object، يعني آخر الجملة، يعني وقع عليه الفعل، مش هو الفاعل، وقع عليه الفعل، في هذه الحالة ما بصير تحكي I، تحكي me، قال لي نعطيك مثال، تحكي لواحد، استمع لي، يعني أنت شايف، مش انطقع لك مثلا، تحكي له، واق، استمع لي، اسمع لي، شو بتحكي له بالانجليزي؟ تحكي له listen to me، طب عمرك سألت حالك، ليش ما بنحكي listen to I؟ ببساطة لأنه غلط، لما تكون، هذا الضمير، لما يكون مفعول به، آخر الجملة، ما بصير I، بصير me، listen to me، يعني استمع إلي، أنا هون مفعول به، هول دي استمع، هول فعل، تسلطك، انت ما تعقد حالك، ببساطة لما تكون أول الجملة I، لما تكون آخر الجملة me، بدك أصن من هيك، لن نصل إلى الثالثة، الثالثة هي my، my يا أستاذ، هي ملكية، شو يعني ملكية؟ يعني نبدأ حكي عن هاي الشغلة، إنها ملك إلي، إنها إلي، يعني مثلا، بدي حكي إنه هاذ تليفوني، فبحكي this is my phone، بدي حكي إنه هاي سيارتي، this is my car، my لما تيجي قبل الشغلة، إنه هاي الشغلة يعني إلي، أنا بحكي إنها إلي، ملكيتي، تمام؟ هيك يعني ملكية، فمثلا، بدي حكي إنه هذه السيارة لي، يعني هي إلي، فبحكي this is my car، شفت كلا استخدمنا my، معناها إلي، فلما يكون في ملكية بالموضوع، بحكي my، حلو، عرفنا الآن I, me, my، اللي معناها طبعا أنا، لكن كل واحدة إلهم موقع معين في الجملة، الآن نيجي للضمير اللي بعده، وأيضا هو أحد ضمائر الجمع، بهمك تعرف الضمير وعامل معاملة الجمع ولا المفرد، هذا كثير بهمك للقواعد، فالضمير الثاني هو U، مثل ما بتعرف U معناها أنت، أو أنتم، مش بس أنت، طلاب بفكروا أن U بس معناها أنت، لا، مرات تكون معناها أنتم، لما أحكي مع مجموعة من الناس، بقولهم U، صح أو لا؟ طيب، عشان إيه كي تعامل معاملة الجامع، لأنه معناها مش بس أنت، كمان أنتم، فهي يعني مفهومة لاش تعامل معاملة الجامع، مش زي الآي، المهم، لما تكون بداية الجملة، بحكي U، لما تكون نهاية الجملة، بحكي U، لكن لما تكون ملكية، بحكي your، ويارات ننتبه اللفظ، مشان الله، ما بدي أسمى حدا بيحكي your، your غلط يا أخوان، أستاذك إذا بيحكي your، قل له أنت غلطها، لأنه للأسف، كثير من يغنطوا بلفظها، ويحكي your، هي ليست your، هي your، كيف مثلاً، الحرف العلي الموجود في كلمة دور، ما نحكي دور، نحكي دور، صح؟ نفس الشيء هنا نحكي your، المهم، أنا بس حبيت نعدل اللفظ عندك، لما تكون ملكية، نحكي your، دعنا أعطيك نتال، you are my best friend، أنا بحكي لواحد، أنت صديقي المفضل، you are my best friend، استخدمت you، لأنها إجت فاعل، I will visit you، سوف أزورك، يعني هون اليوم مفعول بها، أنا اللي بدي أزور، هو رح ينزار، يعني هو مفعول به، فلأنا مفعول به، برضو حكينا you، لأنه اليوم ما بتتغير، فاعل، مفعول، اليوم، محترم، ما بتتغير، لما تكون ملكية، نحكي your، مثلاً، your car، يعني سيارتك، أنت، مش سيارتي، سيارتك أنت، your car، شو ما لها؟ is nice، حلوة، أي طقاح عين، جاب أجلها، طيب، الآن نشوف الضمير اللي بعده، هو أيضاً أحد ضمائر الجمع، وهذا الضمير هو we، we معناها نحن، يعني أنا مش لحالي مع أي ناس، مع أي صحابي، فنحكي we، يعني إحنا، بالله لو سمحت we want water، يعني إحنا بدنا ميت، طيب، الآن أستاذي، هاي لما تكون subject، يعني بداية الجملة، مثلاً، we left together، نحن، نسكن معاً، فهنا نحن، لأنها إجت بداية الجملة، حطينا we، الأغلب ما بيعرف إنها لما تكون نهاية الجملة، يعني لما تكون مفعول به، ما بصير تحكي we يا أستاذ، تحكي us، فهي معلومة للأس، كثير ناس ما بيعرفوها، بغربطوا فيها، يعني ما بصير أحكي مثلاً، أبي كان يراقبنا، أروح أحكي my father was watching we، هذا خطأ شيع جداً، اسمها my father was watching us، يعني كان مشاهدنا إحنا، إحنا نصرنا مفعول به، مش فاعل، هو اللي مشاهدنا، صح وللأ، فعشانيك صارت S، الآن لما تكون ملكيين، نحكي our، وبالأمريكي بيحكوا our، استغربش، بيحكوش our، بيحكو our، يعني إذا سمعتها، إنه واحد بيحكي مثلا، our car، يعني قصده our car، ما لنا، ما بهمكاشوا موضوع الأمريكي بريطاني، لا بديش عقدك فيه، لكن المهم أنه our للملكية، مثلا، بدي أحكي إنه هذا المنزل إلنا كلنا، هذا منزلنا، فبحكي this is our house، ما حكيت my house، أنه مش منزلي اللي حالي، ومنزلنا كلنا، فحكيت our house، مهم يا أستاذ تعرف معاني هاي الضمائر، بتفيده كثير، تخليك تفهم وانت بتقرأ القطع، الضمير اللي بعده وهو أيضاً أحد ضمائر الجمع، طبعاً، خمي أربع ضمائر جمع، حكينا i، حكينا we، حكينا you، خلص صف عنا they، ومن أربع ضمائر جمع، they يا أستاذ معناها هم، يعني أنا مش معهم المرة هاي، في ناس مثلاً قاعد بتكلم عنهم هم، كما أنا مش معهم، فهونا بنحكي they، لما تكون بداية الجملة، بنحكي they، مثلاً they are my friends، يعني هم أصدقائي، لأنه إجت بداية الجملة حطينا they، طب لما تيجي آخر الجملة، بتصير them، في ربالك، يعني مثلاً هذول الأصدقائي أنا بحبهم، شو بحكي I love them، ما بسير حكي I love they، هذا خطأ شيع جداً، اسمها I love them، طيب أما لما تكون ملكية، بنحكي their، their يعني إنه هذا إشي إلهم، ملكيتهم، مثلاً أنا مش بس بعرف هدول الأصحابي، كمان بعرف عائلاتهم، فبنحكي I also know their families، طب ليش حكي their families، لأنه هاي عائلات مين؟ عائلاتهم همة، بنكل إلهم، مش عائلتي أنا، عائلاتهم همة، فلأنه إلهم همة، ملكية إلهم، استخدمنا their، مثلاً أنا بحب سيارتهم، بحكي I love their car، صح ولا لا، طيب، الآن نيجي لضمائر المفرد، همة أسهل شوي، وأحلى، أول ضمير مفرد من ضمائر المفرد، طبعاً ضمائر مفرد تعرفوها وإنتوا صغار، هي شيء إث، خلنا نحكي عنهم، أول ضمير هو هي، هي يا أستاذ معناها هو، طبعاً هذا لما تكون بداية الجملة، مثلاً he works as a doctor، يعني هو يعمل كطبيب، لأنه بداية الجملة، حكينا هي، لأن لما تكون يا أستاذ في آخر الجملة، ما بحكي هي، بحكي him، يعني مثلاً many people trust him، يعني كثير الناس بيثقوا فيه، هو بطل فاعل، صار مفعول، إجي آخر الجملة، فبالتالي ما حكينا many people trust he، خطأ شائع، اسمها many people trust him، إذن هي بتصير him، طيب، لما بديها تصير ملكية، شو بحكي؟ بحكي his، أيوة، إذن، بدي أحكي مثلاً، أن هذا الدكتور اللي الناس بيثقوا فيه، بدي أحكي أن عيادته هي الأفضل، عنده أحسن عيادة، فشو بحكي his clinic، clinic يعني عيادة، وهز يعني عيادة مين، عيادته هو، إله، عشانك حكيت his clinic، بدي أحكي مثلاً سيارته، بحكي his car، تليفونه، his phone، عائلته، his family، فدائماً his يعني ملك لإله، his clinic، عيادته، is the best، هي الأفضل، فبنصح الكل فيه، في عنا الآن، كمان ضمير مفرد، اللي هو الشي، الشي، معناها هي، للأنثة، مش للذكر زي هي، بختلف، لما بحكي عن بنت، بحكي شي، مثلاً، she has a beautiful hair، يعني هي عندها شعر طويلة، وشعرها طويل، فلأنه هي إجت، she إجت بداية الجملة، تمام، خطينا الشي، ما حطينا شي ثاني، لأن لما تكون آخر الجملة، بتصير hair، أي لما تكون مفعول بها آخر الجملة، يعني مثلاً، the children always play with hair، الأطفال دائماً بيحبوا أشياء يلعبوا معها مثلاً، فهون لأنه هي بطلت فاعل، الأطفال فاعل هون، هي صارت مفعول، صارت آخر الجملة يا أستاذ، فما بيصير أحكي، the children always play with she، هذا غلط، the children always play with hair، طيب، أما لما بديها تكون ملكية، أنا بدحكي إنه هذا الإشي إلها، ملكيتها، بحكي hair برضو، يعني ما تغيرت هون، مفعول بها الملكية زي بعض، طعرف إنها بتعجيك شوي، بس تتعود عليها من كفر القراءة، ضلك إقراء وترجم، صدقني إنه تتعود، بصيرها شغلات في النسبة إليك، ولا إشياء، طيب، hair برضو للملكية، مثلاً، بدحكي سيارتها hair cup، طيب، بدحكي مثلاً، تليفونها hair phone، منزلها hair house، يعني إلها، ملكيتها، مثلاً، I don't know hair name، أنا ما بعرف اسمها، اسم مين اللي ما بعرفه؟ اسمها هي، الاسم اللي يعود عليها، ملكة إلها، فبالتالي حكيت hair name، أوكي؟ طيب يا أستاذ، ضل عندنا آخر ضمير ومنخلص اليوم، وهذا الضمير طبعاً هو الضمير it، لما يكون فاعل بكون it، ولما يكون مفعول برضو it، هذا ال it محترم، ابن حلال مريحنا، يقولني يا عمي، أنا ما تغيرش it، it، فهي علم، مفعول، طبعاً، ال it يا أستاذ للجماد والحيوان، ليس للإنسان، يعني ليس إنسان يقول عنه it، هي إهانة تعتبرها، يعني حتى اللي بيربي حيوانات، مثلاً، واحد بيربي بسة، إذا حكيت عنها it، برضو بيعتبرها إهانة مرات، فمش دائماً it تثبط للحيوانات، الحيوانات الأليفة، نحكي هي وشي، نعاملها زي ما نعامل بين أدمين، هي وشي، هو هي، اللي عنده أحيوان أليف يعرف، خصوصاً أنا بحكي على أمريكان، بحكيش عنها يا أخوان، بحكي على أمريكان، بتحسسوا من هذه الأمور، طيب، أما بقية الحيوانات تحكي it، والجماد كله بتحكي it، طيب مثلاً، English is easy to learn، اللغة الإنجليزية سهلة التعلم، it is also fun، وهي أيضاً ممتعة، أنا عن إيش بحكيه هون؟ بحكي عن الإنجليش، عن اللغة الإنجليزية، واللغة ليست إنسان، اللغة شيء غير عاقل، شيء جماد، فعشان هي حكيت it، ما حكيت هي أو شي، بصيرش، الإنجليش يعني شيء غير عاقل، Everyone wants to learn it، الكل بده يتعلمها لهذه اللغة، برضو it هنا، لأنه بتعود على إنجليش، برضو حكينا it، شيء غير عاقل، لكن لما تكون ملكية، وهي نادراً ما بستخدموها، بس لما تكون ملكية، يعني نحكي it، يعني مثلاً، نذكرهم حكينا عن القطة البسة، مثلاً، بدي أحكي أن هاي البسة، أنا حبيت الفرو تباحها، أو حبيت يعني، مدري شو بسموها، فwhat a beautiful cat، يلاها من قطة جميلة، I love it's fair، حبيت الفرو تباحها، مثلاً، فلأنه هاي ملك لقطة، يعني شيء، يعتمد غير عاقل، فعشان هي حكينا it، تمام؟ لو كان إنسان، كان حكينا his أو hair، ما حكينا it، صح ولا لأ؟ طيب يا أستاذ، سلنا نفهم الآن شو معنات هاي الضمائر، هذا الحكي كله اللي حكت النياب، إيش بيفيدنا؟ يفيدك شغلتين، واحد، لما تصير الآن تيجي تقرأ قطعة في اللغة الإنجليزية، بتصير تفهمها أحسن، لأنه تفنت معنى الضمائر، تفنت هذا الضمير عن إيش بيعود، وهذا مين قصد ومين، وهذا شو معناه، وصرت الآن يعني تفهم، تركيب له مرة بعض، طيب، الشغل الثاني والأهم، أنه فيه سؤال زي ما حكيت لك، نظام قديم، نظام جديد، دائما له سؤال نفسه، هذا السؤال لازم يكون موجود، لازم، لن يخلق من هذا السؤال، هذا السؤال بيكون ضمن أسئلة القطعة، بيكون اسمه What does the underline the pronoun refer to؟ هيك شكل السؤال، أنت لما تشوف السؤال آخر وrefer to، تذكر أنه السؤال هذا، شو هذا السؤال بيحكي لك؟ بيحكي لك على ماذا يعود الضمير الذي تحته وخط، هيك معلوم، كلمة pronoun يعني ضمير وrefer to يعني على ماذا يعود، في أستاذا لم يجيب لي ضمير تحته خط، بيسألني على إيش بيعود هذا الضمير، أول شيء أنا هاي الفقرة بكون دارسها بالبيت ونترجمها، فاهم أنا هذا الضمير على إيش بيعود، بس هذا الجدول برضو بساعدك، شو مكانة الفقرة؟ أنا لازم أفهم الضمير شو معناه، يعني مثلا إجاني الضمير هي، خلاص أنا هسا السورة أعرف أنه هي بيعود على مذكر، شخص مفرد مذكر، اسم رجل مثلا أو ولد، طيب مثلا إجاني إت، بعرف أن الإت تعود على إشي غير عاقل، مستحيل تعود على بني آدم، مستحيل مثلا قولي إت عمين بتعود، راح أقول له مريم، مستحيل، إن الإت علمنا هسا أنه غير عاقل، مثلا قل لي عمين بيعود ضمير ذي، بعرف أنه ذي يعود على، ذي معناها هم، فبتعود على مجموعة من الناس، بتكلموا، يعني اسم جمع مجموعة من الناس، فالزي بتعود عليهم، فأنا حلو أعرف، شو ما كانت الفقرة، أنا عارف أن الفقرة أنت راح تدرسها وتترجمها، ويعني أمورها راح تكون تماما، وانت راح تكون فاهم كل ضمير عايش بمجمس، برضو، لكن الواحد ينسى صح أو لا، فحلو أنت هذا الجدول لنك تحفظه، تعرف كل ضمير شو معناه، مثلا، جاء لك الضمير آي أو مي أو ماي، متذكر هذول فاعل، مفعول، ملكية، ما بهم، وكلياتهم معناهم أيش أنا، طيب، هذول الضمائر على مين بيعودوا؟ جاء لك سؤال في الامتحان قال لك آي على مين بتعود؟ انت بتعرف أن آي معناها أنا، فبالتالي هي بتعود على الشخص المتحدث، يعني الشخص اللي قاعد بتكلم عن نفسه، انت مترجم الفقرة بالبيت، وعارف مين هو اللي قاعد بتكلم عن نفسه، فالآي بتعود عليه، طيب، وي أس أور، هاي معناها نحن، فبتعود على المتحدثين، أشخاص قاعدين بتحدثوا عن نفسهم، هاي قليل ما تيجي، هذول بيجوا أكثر، هذول الثلاث يا باي، ركز لي عليهم شان أوه، 90% من أسألة الوزارة، سؤال طبع الضمير، بيكون واحد من هذول الثلاث، في عندك ذي، وذير، وذم، هذا بيعود على اسم جمع، مجموعة من الناس، لازم يكون جمع، مش معقول ذي تعودها أحمد، أحمد ما بنحكي عنه ذي، نحكي عنه هي، فلما تشوف هذول الثلاث، ذي، وذير، وذم، يعني ذي وأخواتها اللي بيشبهوها، هذول اللي أستاذ يعودوا على اسم جمع، مجموعة من الناس، مثلاً، people، students، teachers، لازم يكون جمع، أما هي، وهم، لازم يعود على اسم مفرد، مش جمع، ولازم يكون مذكر، يعني معقول هي تعود على مريم؟ لا، لازم تعود على اسم رجل، اسم مذكر، أما بالنسبة للشي، وهير، هاي بتعود على اسم برضو مفرد، لكن مؤنف، بنت لازم يكون، طيب، أما الـ حكينا، وتعود على جماد، هذول الأربع يعني، لسه أنا ما حكيت عنهم، بس خلينا أعطيك فكرة مبدئية، هذا الجدول اللي أنا صرت حاطة يعني، خلينا جمع كل الضمائر فيه، معنه هذول الضمائر هم يعني رح نخدهم أكثر في المنهاج نفسي، خلينا أعطيك فكرة مبدئية، إذا قال لك الضمير هو أو هو سعنين بيعود، دائما هو أو هو، طبعا هاي الضمائر هي اسمها ضمائر الوصل، معناها الذي، تمام؟ يعني مثلاً The person who met me yesterday، يعني الشخص الذي التقى بي البارحة، فهذول معناهم الذي، كل ياتف، ضمير وصل، الذي والتي والشغلات هاي، ما عليك، الآن، عندك إذا جاب لك هو أو هو، هذا الضمير خصيصاً، اعرف أنه يعود على اسم عاقل، يعني على اسم بني آدم، يعني هو يتعود على شخص، مستحيل يستخدمه، عشان يحكي مثلاً عن الأردن، مستحيل، لازم تعود على شخص، وير؟ بتعود على مكان، يعني إذا قال لك، وير؟ عمين بتعود، يعرف أنه بتعود على شيء قبلها، ولازم يكون اسم مكان، اسم دولة، اسم مدرسة، اسم مدينة، مهم أنه مكان، وين؟ بتعود على اسم زمان، يعني بتعود على موعد معين، سنة، شهر، ميلاد، يوم، المهم أنه بتعود على زمن معين، بتعود على اسم جمال، وتشف شو فيه قبل الوين، تعرف عن مين بتعود، يمكن قصده رمضان مثلا، المهم أنه زمن، وتش بتعود على اسم جمال، وتش على فكرة بتشبه إت، إذا ملاحظ، لأنه السنتين يعودوا على اسم جمال، اسم غير عاقل يعني، مثلاً، وتش ممكن استخدمها عشان يحكي عن الطاولة، السيارة، استخدم وتش، لا نصد تعرف هذا السؤال كيف تحله، وزي ما أنا كتب لك هون، علامة صارت بتجيبه، وأشكاله، وإذا جاب لي سؤال، هذا السؤال المهم جداً، اللي دائماً بيجي، الضمير على إيش بيعود؟ بقول له عندي، لعبتي لصغيري هذا السؤال، وبجاوب عليه، الآن أستاذي، خلصنا درس اليوم، وخلصنا موضوع الأسماء والضمائر، مش حاب أطول عليكم أكثر من هيك، بفضل إنه نوقف هون، والدرس القادم بإذنه تعالى، واللي رح ينزل يوم الأربعة الجاي، لأن دورة التأسيس، زي ما أنا أعلنت مسبقاً، هي كل يوم أربعاء، على صفحتي على الفيسبوك، الإنجليزية مع ياد أصلان، صفحتي على اليوتيوب، اللي بتحمل نفس الاسم، وجميع مجموعات الواتساب، الخاصة بالأستاذيات أصلان، واللي فيها أكثر من ست آلات طالب وطالبة، ضروري طبعاً أنك تنضم لهاي المجموعات، لأنها مهمة جداً، زي ما حكيت لك، الدرس القادم يوم الأربعاء القادم، بنفس الموعد الساعة السابعة مساءً، راح أشرح لك موضوع الأفعال، وهو موضوع مهم جداً، بيأسسك منيح للمنهاج، خاصة القواعد، بتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى أن هذا الدرس يكون سبب، ولو سبب ضئيل جداً، من أسباب نجاحكم، وأسباب تخطيكم لهاي المرحلة، بتمنى أنه لقوا الدام، يعني بعد ما تنجحوا، توصلوا، أنه تتذكروا، وتدعو لي بالخير، أعطيكم ألف عافية، موفقين، ترجمة نانسي قنقر في الضحلة،